اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن اجراء 243.844 فحصا جديدا لفيروس كوفيد 19 كشف عن 2167 حالة اصابة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 606128 حالة كما اعلنت الوزارة عن شفاء 2127 حالة جديدة من المرض وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 585.240 حالة هذا وتم الكشف عن وفاة ثلاثة اشخاص وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1741 وفا وعلى صعيد اللقاحات اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 113.513 جرعة جديدة من لقاح كوفيد 19 وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 14 مليون ومئة واثنين وثمانين الف وعشرين جرعة في موازات ذلك ارسلت دولة الامارات 60 الف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 الى سقطرة لتعزيز جهود التصدي للجائحة في الارخبيلة وذلك عبر ذراعها الانساني هيئة الهلال الاحمر الاماراتية وبدعم من الهيئة تجري حاليا الترتيبات لتنظيم حملة تطعيم مجانية قد فيروس كورونا بمستشفى خليفة بن زايد في سقطرة تستهدف جميع سكان الارخبيلة وتهدف هذه الشحنة من المساعدات الطبية الى توفير حماية اكبر للشرائح الضعيفة وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة وتجعل سقطرة اول محافظة يمنية تحظى بتوفير اللقاحات لجميع السكان دون استثناء اشتركوا في القناة